نظم حزب وحماة الوطن في محافظة بنسويف جلسة حوارية تحت عنوان حوار وطني من أجل كل المصريين تناول فيه المحور الاقتصادي وتعزيز نمو الصدرات يأتي هذا ضمن حزمة من الفعاليات واللقاءات التي ينظمها الحزب على مستوى المحافظات كل أمانة في كل محافظة وهذا محور من المحور فإحنا النهاردة المحور بتاعنا هو تعزيز الصدرات وتأثير على الاقتصاد والاقتصاد القوم إحنا النهاردة مع مشاركة مجتمعية إحنا النهاردة موجود في المؤتمر أو الحوار الوطني اللي إحنا موجود في جميع فئات الشعب الحوار النهاردة بنتكلم أن إحنا عندنا في بنسويف ميزة نسبية كبيرة من 45% لـ 50% من صادرات النباتات الطبية والعطرية على مستوى المصري اللي بتخرج من مصر هي بتطلع من بنسويف وبالتالي مطلب من المطلب النهاردة اللي كان مواضح هو أن إحنا يبقى عندنا مدينة زراعية وصناعية عالمية خاصة بنباتات الطبية والعطرية دي ميزة نسبية كبيرة إحنا نشتغل على حاجة خاصة بمحافظة بنسويف الميزة النسبية التي تتمتع بها محافظة بنسويف في مجالات الزراعة أو الصناعة أو السياحة ده بنستغله في عملية تشجيع للصادرات للمجتمع المصري المؤتمر يعتبر إضافة في محافظة بنسويف بيخلي معظم الشباب يبدأوا يفكروا يعني الشاب اللي ما بيعرفش حاجة عن جهاز تامية المشروعات بيبدأ يفكر عن في الجهاز فين مكانه إزاي يستفيد منه الحوار الوطني مهم جداً لنا كلنا أولاً دي توصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمتاً يعني بمناقشة الحوار الوطني إن إحنا نتناقش كلنا مع بعض نسمع أرعب بعض الحوار الوطني لطرح مشاكل الفلاحين وطرح مشاكل أهل بلد بنسويف للوصول إلى أعلى درجة من الوعي للفلاحين والأهالي البلد حزب حمات الوطن النهاردة عامل زخم غير طبيعي وعمل زخم ممتاز فنحن بنشكره طبعاً على هذا الحدث اللي بيجنبع كل الأطياف حاجة حلوة فيها مصرحة البلد ومصرحة الشباب ومصرحة الجين اللي طالع ده اللي احنا محتاجين أكتر حاجة فادتني في المؤتمر ده جهاز 200 مشروع إن أنا من خلال أنا كشاب أو شاب أو حد عندي مشروع من أنا أقدر بي أعمله أقومه أعمل حاجة تفيد للدولة